السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير طبعا احنا اوشكنا على الانتهاء من العام الحالي اللهم اجعله عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران يا رب العالمين وكل عام وأنتم بخير جميعا الجميع بخير يا رب اللهم اجعل العام القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم بخير اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان الأهل والأحبة عام جديد مليء بالسعادة يا رب العالمين اللهم انا نسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها ونورها وبركتها ونعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها اللهم انه عام جديد مأمور بأمرك يا من تقول للشيء كن فيكون اجعله عام فرح وسعادة لا عناء ولا فقد ولا شقاء اللهم ادخل علي وأحبتي العام الجديد راديين مرديين اللهم انا نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك ألا تترك بيننا مريدا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا محروما إلا أعطيته ولا مديونا إلا قضيت دينه ولا مظلوما إلا نصرته ولا مقربا إلا وقد فرجت عنه يا رب أنت الكريم ونحن الفقراء إلى رحمتك فانظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا اللهم إنا نسألك من جودك أن تجعل لنا من الفرح نصيبا مع بداية عام جديد يا الله ارفع عنا كل بلاء وكل وباء واكتبنا من السعداء جميعا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا مقبلين على عام جديد ومرحلة جديدة وعمر جديد فكف عنا أذى الدنيا يا الله وسخر لنا الأرض ومن عليها ووفقنا بتوفيقك وقدم لنا الخير اللهم إنا استودعناك عاما مضى من عمرنا فاغفر لنا ما كان فيه وبارك لنا في عامنا الجديد وجعل القادم من حياتنا أجمل اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سختك ونقماتك ووفقنا فيه يا الله لكل ما تحب وطره يا أرحم الراحمين أحب أكمل الفيديو أن أنا أحكي لكم عن حلم التذكرته شفته في أحدى السنوات في ليلة رأس السنة الميلادية كنا سكنين في أحدى الدول العربية وكان بيتنا بيقع في وسط فنادق ومولات بعد ما دعيت الله لاستقبال السنة الجديدة وصليت وهكذا قلت أقف في البلكونة أشوف الساعة 12 وقفت الساعة 12 أشوف يعني قبل الساعة 12 بدقائق وقفت أشوف إيه اللي هيحصل طبعا شفت الفاير ووركس والكل والأنوار والأصوات الصاخبة والموسيقى والأشياء والناس فرحانة باستقبال سنة جديدة وكده حلمت إن أنا مسكة طفلة في إيدي بعد ما نمت في شفت الأشياء دي بقى ودخلت نمت فحلمت إن أنا مسكة طفلة ودخلة بمشي في وسط المقابر وبعدين لقيت فوهة تشبه فم الثعبان قالوا لي إن دي النار وعملاقة جدا جدا في ضخمتها وعملين يشيلوا جثث بأكفان بيضة ويلقوا بالناس في الفوهة في النار فأنا عرفت وقفت بصيت عليها جامد فعرفت إن هي دي النار ومش بيشيلوا واحد أو اتنين دي عملين يشيلوا مجموعة مجموعة مع بعض ويكذفوا بها في فم الثعبان اللي هي النار النار الفم الوسع اللي هي تشبه فم الثعبان بجد أنا لا أعلم هل هذا حلم أم هذه رؤية أم أن الله سبحانه وتعالى بيوريني إن فيه ناس كتبت في هذه الليلة من أهل النار بجد إنه إنها أنا بقول رؤية لأنها كانت وضحة وضوح شديد وأنا شايفة وشايفة منظر هذه النار فالفوهة فوهة النار اللي هي بتشبه وش ثعبان عملاق فأنا بقول إنه هو إنذار أو إن الله سبحانه وتعالى وريني إن فيه ناس لأن فيه ناس بتسيء كتير في هذه الليلة بيحبوا يستقبلوا هذه الليلة بالشرب وبالرأس وبال ويعني بيزودوا فيها قوي فسبحان الله ربنا يرحمنا برحمته وكل عام وأنتم بخير أنا حبيت يعني تذكرت هذه الرؤية أو هذا الحلم حبيت أحكوه لكم بمناسبة هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر